المجلسة هذا الالتزام الحكومي والالتزام القانوني بين الحكومة والموظف والحكومة تؤكد التزامها بصرف هذه الرواتب باعتبارها كما ذكرت التزام قانوني بينها وبينها الموظف لماذا تأخرت الرواتب هنا تسمعون منذ مدة عبارة وكررها دائما ان هذه الحكومة لا تريد ان تتعكز على اخطاء الماضي فيه بعض الاحيان تضطر الى الحكومة ان تتعكز وتصارح شعبها بالاسباب التي ادت الى تأخير استلام رواتبه وهذه الاسباب ليست خافية عليكم كمطالعين متابعين وليست خافية ايضا على جمهور العراق بصورة عامة وعلى الموظفين بصورة خاصة سياسات خاطئة سياسات مربكة غياب استراتيجية ضياع وغياب هوية اقتصادية واضحة ادت الى اقتصاد غريب مهلهل ريعي يعتمد بشكل كامل على النفط خفضت اسعار النفط لم تعد ارادات الدولة تغطي ما مطلوب منها شهريا لذلك لجأت الى موضوع الاقتراض وكي تؤمن الرواتب عن طريق الاقتراض الداخلي وارسلت قانون تغطية العجز المالي الى مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الوزراء منذ ايام وهو يجري اتصالاته مع الكتل السياسية ومع المؤسسة التشريعية مع رئيس مجلس النواب من اجل اقرار هذا القانون سريعا كي يتفي الحكومة بالتزامات تجاه الموظفين وستفي الحكومة بهذا الالتزام حال اقرار هذا القانون ومعلوماتنا ان مجلس النواب حريص على اقراره سريعا لتفهمه سواء كان المجلس بصورة عامة او اللجنة المالية متفهمة لحاجة الحكومة لهذا القانون ومعلوماتنا انه خلال الجلسات القادمة سيتم قراءة قراءة ثانية والتصويت عليه وبعد ذلك سيتم البدء باطلاق الرواتب او صرف الرواتب اليوم في بداية الجلسة كان هذا محل اهتمام مجلس الوزراء وتحديدا رئيس مجلس الوزراء اوعز ووجه وزارة المالية بايجاد حل سريع على الاقل لصرف رواتب المتقاعدين هاي الفئة سواء المتقاعدين او الرعالي اجتماعية هذه الفئات تحتاج اكثر من غيرها رغم حاجة الموظف فعلا الى الراتب لكن هذه الفئة تحتاج الى حرص اكبر ثم ان نسبة رواتبها بالقياس الى رواتب الموظفين قد تكون نسبة ضئيلة من الممكنة الاسراع بصرف رواتبهم قبل اقرار قانون العز المالي اللي بعده ستنطلق رواتب الموظفين موضوع اخر اريد اتحدث عنه وهو دعوني اقول ما حصل في البصرة قبل اليومين هنا من هذا المكان اكد التزام الحكومة بحماية المتظاهرين السلميين وحفظ حقهم الدستوري بالتظاهر والتعبير عن رأيهم وكانت ممارسات الاجهزة الامنية وصبرها يوم الاحد من الاسبوع الماضي دليلا واضحا على التزام الحكومة بهذا النهج حماية المتظاهرين وحق التظاهر وانفاذ القانون في حالة تجاوز بعض المخربين في البصرة حصل هناك اطلاق نار في الحواء مما سبب ترويعا للمتظاهرين وكان اطلاق النار هذا من بعض المنتسبين مخالفا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة وحيل من قام بهذا الموضوع وفق قانون العقوبات العسكري الى التحقيق لمعرفة من اصدر له الاوامر كيف تصرف بهذا الشكل هل مدفوعا من جهة معينة هل بسبب قلة خبرت قلة مهنيت عموما ما حصل من اطلاق عيارات نارية في الهواء هو مخالف الاوامر الصارم والحاسم القادر عن القوات المسلحة بعدم استخدام العيارات النارية حتى في الهواء وعدم ترويع المتظاهرين وفي هذه المناسبة يجب ارسال رسالة الى هؤلاء الشباب واكرر دائما انه ليس من حقكم ان تشعروا بالاحباط انتم ساهمتم في خلق جو سياسي جديد ساهمتم في اسقاط حكومة تهمتوها بعدم حمايتكم فرضتم مفوضية جديدة الانتخابات فرضتم قانون للانتخابات جديد وفق رأيتكم لذلك ليس من حقكم ان تشعروا بالاحباط عليكم ان تشعروا بالفخر على هذه النتائج اللي توصلتم اليها واجبرتم السلطات على تنفيذها وان الاوان لكم الان كي تقطفوا ثمار هذه الجهود والدماء والتضحيات من اجل التفرغ للعمل السياسي وتنظيم نفسكم سياسيا والمشاركة الفاعلة في انتخابات حزيران العام القادم لان هناك بعض الاطراف تسعى لبقاءكم وستفرح ببقاءكم في الساحات التي تتفرغ هي للانشغال بالانتخابات ومنهم من بدأ افتتح موسم الانتخابات مبكرا هذه النقطة يجب ان يلتفت اليها الشباب وان لا يضيعوا تضحياتهم الكبيرة اللي بدلوها في تشرين والحكومة تعلن استعدادها التام على اجراء هذه الانتخابات في موعدها وتوفير المناخ الامن لاجراءها على كافة المستويات والمجالات وان تشكل خيمة ومضلة للجميع وتعطي الحقوق الدستورية اللي تلزمها كحكومة بتوفير فرص متساوية للجميع سواء كان من الشباب المتظاهر او حتى من القوى السياسية او بعض القوى السياسية التي خرج المتظاهرون اعتراضا على ادائها طيلة السنوات السابقة هذه مهمة الحكومة ان تبقى على مسافة واحدة من الجميل قضية اخرى قبل الدخول في تفاصيل جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم اودت الحديث عنها وهي ما اشيع حول اتفاق سمي اتفاق النفط مقابل الاعمار اشيع 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 على انه وقع بين الجانب العراقي والجانب المصري واكد هنا لم يتم توقيع اي اتفاق تحت هذا البند النفط مقابل الاعمار لم يتم اي اتفاق تحت هذا العنوان الوفد المصري الكبير الذي زار العراق مؤخرا وقع بروتوكولات وذكرات تفاهم مع الوزارات العراقية تعاون على مجالات عدة وقطاعات عدة تعاون اقتصادي استراتيجي ليست هذه المرة الاولى بل هو استمرارا لنهج الحكومة العراقية بالتواصل مع اصدقائها وجيرانها واشقائها وهو نتاج لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرا في عمان بين رئيس مجلس الوزراء سيد وستقل الكاظمي بين جارة الملك المملكة الاردنية الهاشمية وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجاءت هذه الزيارة تجسيدا وتطبيقا لما تم الاتفاق عليه جرى الاتفاق على أن تتعاون الوزارات العراقية والحكومتين العراقية والمصرية في قطاعات محددة وأن يتم دفع مستحقات الشركات المصرية بطريقة فنية تم الاتفاق بين الخبراء على طريقة التمويل لهذه المشاريع ولم يجري التوقيع على أي شيء تحت بند النفط مقابل الإعمار وهناك من استغل بعض التصريحات للترويج لهذه الفكرة في محاولة لأظهار الحكومة وكأنها رهنت النفط العراقي وتم مقارنة هذا الموضوع باتفاقات سابقة مع دول أخرى لم يجري أي شيء من هذا الموضوع مجرد ذكرات تفاهم بين وزارات عراقية وزارات مصرية من أجل تنفيذ مشاريع مهمة في مجالات عدة بين الخبراء سيجري آلية الحكومة العراقية وخبراءها والخبراء المصريين سيتم الاتفاق على آلية دفع هذه مستحقات الشركات المصرية التي من المقرر أن تنفذ بعض المشاريع في البلاد إذا عدنا إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم وما دار فيها جرت خلال الجلسة اليوم مناقشت مشروع ميناء الفاول الكبير هذا المشروع المهم وقد أكد سيد رئيس بلجس الوزراء على أهمية الإسراع في التعاقد مع الشركة من أجل تنفيذها وقد وجه وزارة النقل بالإسراع بهذا الأمر لهذا الميناء من أهمية قصوة كبرى في إنعاش الاقتصاد العراقي وفتح منفذ وميناء مهم للتجارة قد يجعل من البصرة تحديدا ميناء عالميا مهما ممكن وحلقة وصل استراتيجي عن طريق العراق عن طريق القناة الجافة المزمع تنفيذها مع المشروع إلى أوروبا عن طريق تركي أيضا في الجلسة حث السيد رئيس الوزراء وزارة الكهرباء على مواصلة جهدها الساعي إلى صيانة الشبكة الكهربائية خلال فصل الشتاء استعدادا لفصل الصيف باعتبار أن الحمولات في الصيف قد تكون العبع على الشبكة كبير ومن أجل تجنب أي أضرار قد تحصل في الشبكة في موسم الصيف رجلس الوزراء أيضا ناقش بدء العام الدراسي الجديد وفي ظل الظروف التي تعرفوها هذه الجائحة كورونا والاستفادة من تجارب العام الماضي وتجارب دول أخرى وقد أحيل الموضوع إلى اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية للبت فيه وتحديد آليات الدوام لطلبتنا العزاء ومدام الحديث عن كورونا وتداعيات وزير الصحة والبيئة قدم تقرير مفصلا عن الجائحة والتحديات التي تواجهه الوزارة جهود الحكومة المبدولة من أجل احتواء الجائحة والتقليل من خطرها وعدد الإصابات وتوفير كل المستلزمات الطبية والصحية لمواجهتها بعد ذلك مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء بالشكل الذي يسمح بتمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة ثمانية ثالثا من التعليمات لمدة أخرى ولأسباب محددة لتكون قاعدة عامة تستفيد منها شركات المقاولات والمقاولين كافة اثنين تمديد المدة الممنوحة لشركات المقاولات والمقاولين لمدة ثلاثين يوما إضافيا ثلاثة يطبق على الحالات السابقة فيما يتعلق بالاعتراض الممنوح للشركات المدرجة في القائمة السوداء وهذا جزء من سعي الحكومة ونهجها لدعم القطاع الخاص ومحاولة فسح مجال للشركات المتضررة بسبب سياسات اقتصادية أشرت إليها في حديثي السابق وأيضا ضمن هذا النهج ودعم القطاع الخاص في حكومات السابقة وفي ظل أيضا أزمة اقتصادية مرت فيها الدولة العراقية اتخذت حكومات سابقة قرارات نوعا ما أضرت بالقطاع الخاص نوعا ما حملت المقاولين وبعض الشركات تبعات مالية كبيرة من هنا مجلس وزراء اتخذ القرار اليوم يتعلق بدعم هذا القطاع بخصوص إلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين الذين لم يستلموا مستحقاتهم من الحكومة هناك العديد من شركات القطاع الخاص المقاولين لم تتمكن الدولة العراقية في سنوات سابقة من تلبية استحقاقاتهم المالية نتيجة تنفيذهم لمشاريع معينة نفس الوقت هؤلاء عدهم قروض من مصارف حكومية تم اليوم اتخاذ قرار بإلغاء الفوائد المترتبة على هذه القروض الممنوحة لهؤلاء ونص القرار يقول إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن توصيات لجنة الأمر الديواني عشرين لسنة الفين وتسعة عشر المختصة بإعادة دراسة قراري مجلس الوزراء أربعين وثلاثمية وخمسة وستين لسنة الفين أو ستعش وهذا اله اله هنا أقرد تم قرار توصيات المجلس الوزاري اللي هي واحد واثنين وثلاث الواردة بالمحضر المرفق بكتاب البنك المركزي ذي العدد ميم ميم واحد على مية وتسعة وسبعين المؤرخ في خمسة وعشرين تسعة الفين وتسعة عشر أيضا مجلس الوزراء اليوم أقر إقرار التوصيات المثبتة في محضر الاجتماع بشأن منظومة كاميرات المراقبة الأمنية في محافظة بغداد باستكمال النسبة المتبقية من المشروع وفق الشروط الآتية طبعا كيد مطلعين على هذا المشروع سامين عنه مشروع قديم جدا من 2009 حسب معلوماتي كان من اقتصاص محافظة بغداد وتأخر كثيرا اليوم مجلس الوزراء كان هذا محل اهتمامه وعرضت كافة أولياته وتم مناقشة مستفيضة وتوصل الى هذا القرار وفق الشروط الآتية أولا الالتزام بالأسعار المحددة من الجهات الفنية وهي وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وقت تحليل الأسعار وسنة التجهيز ثانيا الزام الشركة المجهزة بتسليم الخرائط الخاصة بالمشروع والأرقام السرية وكل ما يتعلق بمنظومة الكاميرات الأمنية ثالثا تأييد الجهة المستفيدة وهي وزارة الداخلية لاستلام المشروع وعلى وفق المواصفات الفنية المعتمدة من محافظة بغداد رابعا الزام الجهة المنفذة بصيانة المشروع على وفق الصيغة المعتمدة من محافظة بغداد هذا الفقرة أول من هذا القرار الفقرة ثانيا قيام محافظة بغداد بالتحقيق في المشروع موضوع على وفق قانون مضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وأخذ الإجراءات الملائمة بشأن المخالفين للتعليمات النافذة ثالثا نقل المشروع من محافظة بغداد إلى وزارة الداخلية من أجل المتابعة والإشراف على إكمال المشروع هذا مجمل النقاشات والقرارات التي جرت اليوم في جلسة مجلس الوزراء أكون سعيد من الاستماع إلى أسئلتكم السلام عليكم سجاد الموسى ومن العراقية الإخبارية أستاذ رحمد أنت كأعلامي أيضا في هذا المنصب المواطن يحتاج إلى معلومة دقيقة وتعودنا أن ننطي هذه المعلومات لماذا لا تتخذ الحكومة إجراءات آنية سريعة وحلول سريعة لمعالجة الأزمة المالية ذهاب إلى فرض ضرائب على نافذة بيع العملة تخفيض مرتبات الدرجات الخاصة من مدير عام فما وفوق وبعض ضرائب لمعالجة الأزمة المالية آنيا وهناك أيضا بعض الإجراءات ربما تحدث بها أحد النواب بكشف ديون لشركات الهاتف النقال تقدر بـ 1.2 تريليون دينار عراقي ربما هذه تغطى العجز المالي في الحاجة الفعلية الشهرية هذا الشق الأول من السؤال واسمح لي بالشق الثاني باختصار ما هو مصير الشرائح المشمولة بالتعين المركزي كقانون التدرج الطبي للمشمولين والمحاضرين إذا ما رحلت مطالبهم على موازنة عشرين وعشرين عشرين وواحد وعشرين التي قال عنها رئيس وزير المالية بأنها تخلو من الدرجات الوظيفية شكرا جزيلا وآسف على طالب بالنسبة لسؤالك الأول هذه الحكومة لا تعمل بردات الفعل هذه الحكومة من أجل إصلاح الاقتصاد العراقي قدمت دراسة استراتيجية من مئة صفحة سميت بالورقة البيضاء وهي خطة لعادة هيكلة الاقتصاد العراقي ولاقت هذه الورقة لا أقول محليا فقط بل حتى في جولتنا الأخيرة في أوروبا استغربنا من مدى المعلومات الكبيرة والدقة والاطلاع على هذه الورقة وتفاصيلها وقيل لنا أنه إذا تم تنفيذ هذه الورقة فستنتقلون بالبلد انتقاله واقصدون العراق انتقاله كبيره في مجال الاقتصاد وستنتقلون بالاقتصاد العراقي نقلة نوعية وسيدخل في مصاف خلال خمس سنوات يدخل في مصاف اقتصاديات الدول المتقدمة لذلك لا تلجأ الحكومة إلى نفس الإجراءات الآنية ردود الفعل التي بالإمكان أن تحل مشكلة هنا ومشكلة هناك دون رؤية استراتيجية واضحة لاقتصاد الدولة العراقية وهذه مسؤولية قد تكون الخبرات التي اكتسبتها الحكومة العراقية من خلال متابعتها لأداء الحكومات السابقة هذا الأداء المتخبط في إظهار هوية اقتصادية واضحة واقتصاد رصين قد استفادت من كلها التجارب والأخطاء ووضعت هذه استراتيجية وهي ماضية بها مع التزامها بحلول آنية قانونية لجأت لها وهنا أقصد قانون تغطية العز المالي التي تحدثت عنه قبل قليل لتأمين الرواتب لحين إقرار موازنة 21 هذا القانون إذا مر بالأرقام التي طلبتها الحكومة سيؤمن الرواتب بثلاثة أربعة أشهر قادمة لحين إقرار موازنة 21 سؤالك الآخر الذي يتعلق بالمشمولين بقانون التدرج الصحي سبق لمجلس الوزراء اتخذ قرارا بتعيين الأطباء أو خريجي كليات الطب العام لكن في جلسة لاحقة شمل قرار آخر شمل من يشملهم قانون التدرج الصحي وهؤلاء درجاتهم الوظيفية مؤمنة في قراري مجلس الوزراء ووزارة المالية ستفي بهذا الموضوع في موازنة 2021 وسيتم إطلاق درجاتهم الوظيفية من خلال هذه الموازنة تحية طيبة محمد سعد قناة الشرقية نيوز يعني العالم يترقب إلى الانتخابات الأمريكية خلال الساعات المقبلة هل يمكن أن نشهد تحول في السياسة الأمريكية تجاه العراق في حال فوز بايدن أو تجديد الولاية الثانية إلى ترامب؟ شكرا هذا السؤال يوجه الإدارة الأمريكية القادمة بالنسبة للحكومة العراقية تتعامل مع الولايات المتحدة كدولة كما تريد من الولايات المتحدة أن تتعامل مع العراق كدولة وفق معايير أساسية لهذه الحكومة وهي المصالح المشتركة عدم التدخل بالشؤون الداخلية السيادة البلدين نحن ننطلق أساسا من مصلحة الشعب العراقي إضافة إلى هذه المعايير والحكومة العراقية ستتعامل مع أي إدارة أمريكية قادمة وما ستسفر عنه نتاج الانتخابات الأمريكية هذا اليوم عادة الاتفاقيات بين الدول لا تجري بين أشخاص أو حكومات معينة هذه الاتفاقات بين الدول قبل قليل كنا نتحدث عن الوبد المصري وزيارته الحكومة السابقة أجرت لقاءين مع القيادات المصرية والقيادات الأردنية أحدهم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة والثاني جراث القاهرة جعلت هذه الحكومة تستكمل ما بدأت به الحكومة السابقة إذن اتفاقيات من هذا النوع هي اتفاقيات بين دول وليس بين حكومات ولا أشخاص تحييو أستاذ أحمد عبدالله بدران قناة الميادين كثر الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات لأسباب تتصل بالمحكمة الاتحادية كأعضاء غيابهم ينقذ النصاب وكقانون محكمة الاتحادية ولا شأن للحكومة لكن السؤال هو رئيس الوزراء حدد السادس من حزيران 2021 موعد للانتخابات إن لم تكتمل هذه الشروط هل سيصح أو تصح قاعدة نزاهة الانتخابات أهم من توقيتها الحكومة عندما أعلنت هذا التاريخ كانت تعي تماما طبيعة المتطلبات التي يحتاجها التزامها بإجراء انتخابات حرة نزيهة ما مطلوب منعدها من أداء تنفيذي يسمح بإجراء هذه الانتخابات وفق المعايير الدولية وهي لحد الآن تؤكد إصرارها على هذا الموعد وتؤكد قدرتها على إجراء الانتخابات في هذا الموعد أما عندما يتعلق الأمر بمؤسسة أخرى غير المؤسسة التنفيذية فهذا يتعلق بقدرة هذه المؤسسة على الإفاء بالتزاماتها تجاه الانتخابات مؤسسة تشريعية أقرت قانون الانتخابات وهناك أمامها مهمة أخرى وهو حل معضلة المحكمة الاتحادية عن الحكومة أتحدث هنا عن التزامها ملتزمة وقادرة ومصرة على هذا التاريخ السلام عليكم أحمد ليميق قناة الأنبار الفضائية اتفاقية العراقية المصرية تتضمن إعادة عمار المناطق المتضرة نتيجة الأعمليات الأرهابية متى سيتم هذا العمل بها وهل ستكون شاملة لكافة القطاعات وكذلك تحتاج هذه الاتفاقية إلى منح صلاحيات أكثر من الرئيس الكاظمي للسادة المحافظين من أجل نجاح هذا القطاع المهم الذي ينتظره كافة دول العالم لكون هذه المناطق تضررت نتيجة الأعمليات الإعرهابية فلذلك العالم ينتظر ماذا سيقوم الرئيس الكاظمي بهذه الأعمال التي ستكون إنسانية جمهورية مصر العربية لديها خبرة كبيرة في عدة قطاعات وعدة مجالات على سبيل المثال كانت جمهورية مصر العربية تمر بأزمة كهرباء خانقة التي نمر بها حاليا خلال أربع سنوات تمكنت أربع خمس سنوات تمكنت لأن وصلت إلى مرحلة القدرة على تصدير الكهرباء عندما زارنا الوفد وعلى لسان رئيس الوزراء المصري الدكتور متبولي أكد قدرة ونية جمهورية مصر العربية على مساعدة العراق ونقل هذه الخبرة وتحدث وزير الكهرباء المصري عنها هذه الخبرة تريد أن تنقلها الخبرات التي أدت إلى القضاء على هذه الأزمة الكبيرة في مصر تريد الشقيق مصر أن تنقلها إلى العراق هذه التجربة المهمة على مجال الخبرة الكبيرة التي تمتلكها جمهورية مصر في مجال الإسكان وكلكم تعلمون أن الكثير من المدن الحديثة التي بنيت في مصر هذا أيضا سيكون تعاون كبير والاستفادة من هذه الخبرة والشركات المصرية في مجال الطرق والجسور أيضا هناك خبرات كبيرة إدارية وفنية ساعدت مصر على تجاوز الكثير من الأزمات في مجال الطرق والجسور أيضا هناك تعاون كبير سيحصل بين الحكومتين من أجل استفادة من هذه الخبرات عندما أتحدث عن هذه القطاعات هذه القطاعات لا تخص محافظة معينة بل تشمل ولا تخص فقط المناطق المحررة قد يكون لهذه المناطق أولوية بسبب ما تعرضت له قد تكون المشاريع التي تستهدفها الشركات سواء المصرية وغير المصرية تستهدف هذه المناطق لكنها لن تكون الوحيدة بالتأكيد السلام عليكم حيدر البيات وكالة الانضاء للأنباء أستاذ أحمد تم برامب اتفاقية بين حكومة المركز وحكومة الأقليم حول الوضع في سنجار وكان أحد بنود هذه الاتفاقية كانت إخراج القوات والعناصر الدخيلة إلى القضاء ومنها عناصر بيكاكا ما هي الآلية المحددة التي ستتبع من قبل حكومة المركز وحتى حكومة الأقليم لربما لإخراج هذه القوات والعناصر الدخيلة إلى سنجار من المنطقة لا سيما لم نرى أي تحرك لربما ميداني أو ملموس لحد الآن بعد توقيع هذه الاتفاقية طبيعة هذه الحكومة أن تتعاطى مع أعقد البلفات بحكمة وروية وحريصة على عدم حصول أي صدام حتى مع تلك القوات التي أشرت إليها والتي وصفت من أغلب المنظمات والدول حتى بأنها منظمة إرهابية طريقة تعاطي هذه الحكومة في حل هذه المشاكل يعتمد على الحكمة والسياسة واستخدام قوة ناعمة من أجل فرض هيبة السلطة وهيبة الدولة في أي منطقة تحتاج أن تفرض فيها هيبة الدولة وهيبة السلطة القوات الأمنية العراقية في هذه المنطقة جاهزة لفرض هذه السلطة وقد اتخذت الحكومة العراقية عدة خطوات في هذا المجال وهناك رأس الرمح في هذه الحماية هم أهالي المنطقة وتعلمون أن الاتفاق شمل إضافة 2500 عنصر من أهالي المنطقة ليكونوا هما الحامي والرأس الرمح للقوات الأمنية لحماية هذه المنطقة بالتأكيد هذا الاتفاق سينفذ حرفيا وسيعود الاستقرار تحت حماية القوات العراقية إلى هذه المنطقة سيعود أهاليها سيبدأ بها الإعمار قوى دولية مهتمة جدا بهذه المنطقة أعلنت استعدادها لدعم العراق من أجل إعادة استقرار هذه المنطقة وإعادة بناءها في الجولة الأوروبية الأخيرة عبرت كل من ألمانيا وفرنسا على دعم العراق ودعم هذا الاتفاق ودعم جهود الحكومة العراقية من أجل إعادة إعمار هذه المنطقة وتقديم الدعم المعنوي والسياسي وحتى المالي وقد هناك مشاريع ومنح من هذه الدول لهذه المنطقة من أجل إعادة الاستقرار لها وإعادة أهاليها بعد أن هجروا بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي السلام عليكم أستاذ أحمد نصطفى كامل بكاة تنباء الهرم الدولية أولا نبارك للشعب العراقي والشعب المصري والأردني على هذه الإنجاز الكبير الذي حققته الحكومة العراقية من نسبة للاتفاقيات رغم أن هناك الاتفاقيات واجتماعات كما تحدثت من الحكومة السابقة وحكومة الكاظمة بدأت تستمر في إكمال هذه المشروع العملاق فيه مثل العربي يقول هناك اجتمع العرب على لا يتفقوا فإحنا طبعا مريت هذه المسألة يتكرر فمتى يتم هذه الاتفاقيات التي تمت على التنفيذ وإنشاء المباني والقضاء على العشوائيات وإظهار إنجازات الحكومة العراقية وشطر التنمي يسأل هناك ملف كبير جدا وبه مشكلة وهو ملف مصر في الرافدين وهناك بعض العراقيين في مصر والمتقاعدين وجهوا الرسالة أن نوجه الرسالة أن السيد القاظمي يتدخر شخصيا لحل مشكلة مصر في الرافدين شكرا انبثقت بعد توقيع الاتفاقيات وبعد توقيع مذكرات التفاهم بين الوزارات في الجهة المختصة كان واحدة من تمار زيارة الوزارة المصر هو انطلاق لجنة للمتابعة والتنسيق وهذه اللجنة باشرة بعد مغادرة الوفد تم طبعا من الطرفين وتم التواصل فيما بين الجانب العراقي والجانب المصري وسيتم تفعيل كل الاتفاقات التي تم عفوا سيتم تفعيل كل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها وهي مستعش مذكرة تفاهم في قطاعات مختلفة وإذا كانت هناك قضايا أخرى قديمة تعود إلى عهود سابقة وعقود سابقة تضرر منها بعض الأشقاء المصريين فهذا ممكن هناك لجان خاصة وخبراء يدرسون هذه الملفات ويضعون أمام الحكومة العراقية الحلولة التي من الممكن أن تعيد الحق إلى أصحابه أنا أشكركم وشكرا للجزيل ونلتقيكم إن شاء الله لسبوع القادمة